لا فتنظري أثناء التعليقات على ما أسموه مباريات كأس العرب لا فتنظري أن بعض الصالحين ينتصر لعروبته بشدة ونعم الانتصار للغة التي نزل بها القرآن لكن التغني بالعروبة فحسب قصور شرعي قصور شرعي فكان نبغي على هؤلاء الصالحين فيما نحسب والله حسيبهم الذين يسنون على العروبة والعرب أن يوسعوا دائرة فهمهم ودائرة المحبة في الله فنحن لا نعتز بالعروبة لأننا عرب إنما نعتز باللغة التي نزل بها القرآن وكتاب ربنا وإلا فالعروبة لا تنفع أصحابها ولا يعنينا كثيرا أمر العروبة كعروبة إنما يعنينا كثيرا أمر ديننا انتبه يا عبد الرحمن فإن ناسا من الطيبين فيما نحسبهم خرجوا يشعرون في العرب والعروبة وإلى آخره ونحن نقول بما قال الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسن لشواهده ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فعلى هؤلاء دعاة العروبة أن لا يفرقوا بين المسلمين لأن هذه الدعوة دعوة القومية العربية هي في الحقيقة تفريق وفصل للعرب عن أهل الإسلام فعندنا المسلم الأندونيسي خير من الكافر العربي المسلم الأسترالي خير من الكافر العربي فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فدعكم من هذه القوميات البائدة ووسعوا آفاقكم وسعوا آفاقكم يا أهل الإسلام واسعوا آفاقكم فالمؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وإنما المؤمنون إخوة فتشدقوا بالعروبة أنا بس تكلمت هذا الكلام أن بعد من يظن بهم الصلاح في التعليقات على المباريات أرى عرضا هكذا لأعرف كيف يفكر لا أرى مباريات ولا أتعنيني ولا تسوي بعرة من وجهة نظري إنما أنظر كيف يفكر الناس فوجدت بعض الطيبين المشار إليهم والذين لهم شعبية في الوسط الكروي والتشجيع والإذاعات يتغنون بالعروبة بنحوها فأقول إن هذه الدعوة دعوة للتفريق نعم إن كانت في ظاهرها جم لكلمة العرب العربي المصري مع العرب الليبي مع الأخير لكنها تفريق وفصل للعرب عن سائر المسلمين وأقول في هذا المقام إن أئمتنا أئمة الحديد البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجي أصحاب الكتب الستة لم يكونوا عرب البخاري من بخارة مسلم من نيسابور أبو داود من سجستان النسائي من نسأة الترمذي من ترمذ ابن ماجي من قزوين فهذا الذي يحدث من دندنة بالعربية وبالقومية العربية وكانت ثم دندنة بالقومية التركية هناك كل هذا لفصل المسلمين عن بعضهم لما نحن كمسلمين نوقن تمام اليقين نوقن تمام اليقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبو لهب عربي وسلمان فارسي وسلمان يعدل مل الأرض من أبو لهب وأكثر أبو لهب عم رسول الله عربي قرشي هاشمي قرشي ولكن ما أغنى عنهما لوهما كسب سيصل نارا ذات لهب وعندنا سلمان فارسي بلال حبشي صهيب رومي بلال حبشي سلمان فارسي صهيب رومي وهلا خير من ملء الأرض من أبي لهب الذي قال الله في شأنه تبت يد أبي لهب وتب آقل يا أهل الإسلام فإن دعوة العروبة هي فصل في الحقيقة ومن أول من أصارها أهل الكفر فصل للعربي عن سائر أهل الإسلام فصل للعربي عن سائر الإسلام والدعوات التي تنادي بذلك بلاد العرب أوطاني من الشام البغداني ومن نجد بلاد الإسلام أوطاني بلاد الإسلام هي أوطاني حيثما وجدنا خيرا فحللنا فيه ونزلنا به انتبهوا أهل الإسلام ليس الكافر العربي بخير أبدا من المسلم الباكستاني بالمسلم الماكستاني أفضل وأفضل وأفضل ولا مقارنة بينه بين الكافر العربي أهل الإسلام أفيق إن بعض إخواننا طيبون فيما نحسبهم لكنهم جهل بالشريعة صح لهم شعبية في الوسط الكربي ووو والآخرة لكن جهل بالشريعة أيضا الشيء بالشيء يذكر دولة ابتليت بانقلاب فيها كتونس أو غيرها وخرج أحد الذين حصل عليهم منقلاب يقول الفرج لا يأتي إلا من الشارع الشارع مجيش أي شارع هذا ما ذي الخيبة التي حلت عليك أنت مبتلى فلولا إذ جاءوا بأسنا تضرعوا أقول يا رب أنت الذي تكشف الضر وأنت الذي يا رب تجيب المضطر لا تلجأ إلى الشارع وجدنا ناسا يلجئون إلى الشارع ويقول الفرج من الشارع وسيقول لك الديمقراطية يلحل أي ديمقراطية أي خيبة حلت بكم حلت بكم خيبة أشد من كونكم عزلتم عن الحكم الخيبة الكبرى أنكم اخترتم منهجا غير منهج الله ورسوله غير الشريعة الغراء اخترتم أو ظننتم أن الفرج يأتي من الديمقراطية وهذا عين الضلال الفرج من عند الله سبحانه أقول يا أهل تونس كنوا عقلاء الذي يكشف الضر هو الله الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يجيب المضطر افهموا يا أهل تونس وأهل الإسلام عموما أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لاست الديمقراطية كما تتعلقون بها الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى أقلوا يا أهل الإسلام أقلوا يا أهل الإسلام أقلوا يا أهل الإسلام